رغم مرور نحو عامين على انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها القوات المشتركة وميليشيات الحشد بدعم من التحالف الدولي على مدينة الموصل لاستعادتها من تنظيم الدولة إلا أن أبناء هذه المدينة المنكوبة ما زالوا يعيشون المآسي نتيجة الدمار الذي لحق بمدينتهم ولا تزال رائحة جثث الأبرياء المتحللة تفوح من تحت أنقاض منازلها التي دمرتها تلك الحرب صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريرا مطولا أرفقته بصور مأساوية تلخص قصة مدينة الموصل التي ما زالت شواهد الخراب والدمار ماثلة في نفوس سكانها وأكدت أن المدينة القديمة تشاهدة على الدمار الذي جعل منازلها ومبانيها أثرا بعد عين حيث يواصل أبناء المدينة منذ انتهاء الحرب قبل نحو عامين عمليات البحث عن ذويهم المفقودين الذين تم دفن الآلاف منهم في مقابر مجهولة وأوضحت أنه بالرغم من أن لكل عائلة في المدينة قتيلا أو مفقودا بل إن هناك عوائل بأكملها قضت تحت القصف إلا أنه لا يستطيع أحد أن يجري تقييما نهائيا وإحصائية دقيقة لحجم الخسائر البشرية الفادحة التي دفعها المدنيون بعد الحرب التي نفذت خلالها القوات الحكومية والتحالف الدولي قصفا بريا وجويا عنيفا لا مثيل له في التاريخ الحديث وفق ما ذكرته الصحيفة واستنادا إلى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان فإنه تم استخراج أربعة آلاف جثة لمدنيين قضوا تحت الأنقاض لكنه لم يتم التعرف إلا على 2665 منها في الوقت الذي رأت الصحيفة أن العدد أعلى بكثير نتيجة استخدام القوة المفرطة قصص تدمي القلوب عاشها الموصليون تمثل جانبا مما حل بهم وبمدينتهم بعد المجازر الوحشية والانتهاكات الصارخة التي مرت بالمدينة لتحيل ربيعها شتاء قاحلا وبعد كل هذه الأشهر التي مضت ما زالت المدينة تنتظر عودة الحياة إليها في ظل وعود حكومية لا تعد كونها إلا للاستهلاك الإعلامي وتخلي المنظمات الدولية عن شعاراتها البراقة التي لم يجن منها العراقيون سوى مزيد من الخراب